مع المركز الاول في هذه اللحظات من يتقدم هناك زعفران من يأتي مع المركز الاول الباحث عن المجد في هذه اللحظات وملكيته ليسموه شيخ مكتوم بن حمدان براشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري في عملية التضمير والانطلاق لزعفران المسيطر مع المركز الاول المركز الثاني في هذه اللحظات يتقدم الخوار يأتي مع الخوار لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبدالله بن علي بن واسل اكتبي مع المركز الثاني في تضمير الخوار المركز الثالث يصل عنيد الحامل الرقم ثلاثة والمؤكد بان شعار حجن العاصفة هي الحاصلة والخاطفة على النواميس الثلاثة في الاشواط الثلاثة التي قضيت قبل قليل ويشارك عنيد في شوطن الرابع وحاملا لامبراطورية العاصفة ويتقدم الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير مضمرا ومتابعا لهذا العنيد المركز الرابع يأتي دور رابع المراكز ليتقدم مصيحان مع المركز الرابع ليسمو الشيخ سلطان بالزايد الانهيان الجنت الماني ينطلق في هذا المساء احمد بن خلفان بالصائغ المزروعي في عملية التضمير المركز الخامس القادم مشوش مع المركز الخامس لهجن العاصفة والواسق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المقدم لمشوش والمقدم للعديد من الاسماء التي دائما ما تشارك في اشواط العمالقة والكبار المركز السادس يتقدم في هذه اللحظات الفارس لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يتقدم مع الفارس في هذه اللحظات بينما نقلتنا الى المركز السابع ليأتي دور بطاش مع المركز السابع ويتقدم وينطلق بطاش بينما ايضا المتقدم هناك ميهاب القادم مع المركز السابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيدة المكتوم مضر باللاحق الهاجري في عملية التضمير والانطلاق مع ميهاب مع ميهاب ومع نجس في هذه اللحظات بينما الى مركز التاسع القادم والمتقدم صغان لسموه شيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري في التضمير والمركز التاسع من العاشر القادم في هذه اللحظات بطاش ليسموه شيخ ذياب بن سيف آل انهيان الصادق فضل الامين في عملية التضمير اذا متابعين الكرام في كل مكان نداؤنا للعشر المراكز الاولى لرابع اشواطنا في هذا المساء وفي مهرجان المرموم الفين وخمسطعش العاصفة هبت وعصفت منذ بداية شواطنا الاول وبدأت ايضا مع الشواط الثاني من خلال زعفرانا مع شواطنا الاول وما رفقها من الضبي مع الشواط الثاني ليأتي دورنا الشاب مع ثالث اشواطنا في هذا المساء ونحن ننطلق في شواطنا الرابع والعودة الى مقدمة الشواط الى المركز الاول في هذه اللحظات الخوار اللي غير وحدا للمركز الاول لسيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بالراشدة المكتوم عبدالله بن علي بنواس الاكتبي المقدم للخوار مع المركز الاول بينما المركز الثاني في هذه اللحظات ايضا القادم مع المركز الثاني يأتي دور زعفران ليسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشدة المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري مع المركز الثاني المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات والانطلاق مع المركز الثالث يأتي مع المركز الثالث والقادم والمنطلق ايضا بشعار يسمو شيخ سلطان بالزايد الانحيان والمضمر احمد بن خليفان بالصائغ المزروعي المنطلق مع المصيحاني وصيحات النداء من الجماحير والمحبي لهذا الشعار العاصفة تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق مع عنيد لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير وتثق العاصفة وجماحيرها دائما بقدرات الواثق المنطلق مع عنيد المعاند على نواميسي هذا اليوم المركز الاول من خلال تقدم عنيد لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير السلام يا ابو حمدان مسيطر مع عنيد كما سيطر مع الاشواط الاولى المركز الثاني يأتي دور مصيحان مع المركز الثاني ليسموه شيخ سلطان بن زايد آل انهيان والمضمر احمد بن خلفان بالصائغ المزروعي المركز الثالث القادم مشوش مع المركز الثالث في هذه اللحظات يتقدم مشوش ايضا لحجن العاصفة وحمد بن راشد بن حمد بن غدير يقدم لنا مشوش مع المركز الثالث المركز الرابع القادم والمنطلق زعفران ليسموه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري ولكن حجن الشحانية هي القادمة في هذه اللحظات مع الفارس لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري يتقدم مع المركز الرابع الذهبي ينطلق في هذه اللحظات المركز الخامس القادم صوغان في هذه اللحظات ليسموه شيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري هو القادم والمتقدم مع المركز الخامس هكذا متابعين الكرام نداؤنا لهذه الاسماء المتقدمة والمنطلقة والعودة الى مقدمة الشوط الى عنيد يا عنيد يا سلام يا عنيد هكذا عنيد في المركز الاول لحجن العاصف ما زال مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير مع مقدمة الشوط عنيد ويقدم لنا الجديد والمزيد من انجازات العاصفة وبطولات العاصفة وثقة العاصفة بالواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني مصيحان يتقدم مع المركز الثاني وينطلق بشعاري السمو الشيخ سلطان بن زايد آل انحيان الجنتلمان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي المتقدم مع مصيحان ويبيلا متابعة يبيلا مراقبة وايضا مشوش مشوش للعاصفة بدأ يشوش على مقدمة الشوط من خلال انطلاقة مشوش لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ايضا القادم مع المركز الرابع والواصل هنا الفارس لهجن الشحانية الفارس يتقدم ويتقدم احد للفرسان والمحاربين دائما وابدا من اجل الفوز والانتصارات سالم بن فاران المري ويتقدم صغان ليسمو شيخ محمد بن خالد بن احمد القاسمي اسهيل بن سالم بن اسهيل العامري خطير للغاية صغان المنطلق الى المركز الرابع ولكن متابعين الكرام بينما نقلت ايضا الى المركز السادس القادم بطاش ليسمو شيخ ذياب بن سيف الهيال والصادق فضل الامين في المتابعة والاهتمام والعناية هكذا متابعين الكرام مسيرتنا في هذا الشوط ما زالت تسير والعودة الى عنيد عنيد اللي ما زال المعاند اللي ما زال المحارب من اجل الفوز مع المركز الاول هكذا عنيد ومصيحان ومشوش وينضم ايضا صغان بشعار يسمو شيخ محمد بن خالد بن احمد القاسمي اسهيل بن سالم بن اسهيل العامري ايضا يقترب في هذه اللحظات ويشكل الخطر ويشكل الازعاج الف وميتين الف وميتين وعنيد مع المركز الاول عنيد ما زال مع مقدمة الشوطة ما زال المعاند ما زال المسيطر على المركز الاول ومشوش ايضا يتقدم مع المركز الثاني والكيل الاخير وحجن العاصفة ولكن الفارس 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 يتقدم بشعار حجن الشحانية مع المركز الاول غير غير في هذه اللحظات في طريق الى مقدمة الشوطة ومازال العنيد هو المعاند ولكن الذهبي سالم بن فاران المري يتقدم مع الشعار الادعم ينطلق مع الفارس الفارس فارس الزمول في شوط المهجنات انطلق الفارس لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري الذهبي 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 ينطلق مع الفارس ينطلق مع الشعار العنابي ينطلق مع الشعار الادعم لينقل السلامات الى ميدان التحدي الى ميدان الشحانية الى دوحة الخير والمحبة والسلام الى دولة قطر الشقيقة تهانينا لمحبي هذا الشعار وعشاقي وجماهير الشعار العنابي الأدعم الكبير شعار الإنجازات والبطولات مع الذهبي في عصره الذهبي لهذا الشعار تهانينا لهجن الشحانية على فوس الفارسي في المركز الأول تهانينا لهجن الشحانية المركز الثاني مصيحان ليسمون شيخ سلطان بلزايد المركز الثالث ام شوش ورابعا عنيد لهجن العاصفة وخامس المراكز بطاش ليسمون شيخ ذياب بن سيف آلين حيان إذن متابعين الكرام في كل مكان نقدم الثانية لهجن الشحانية على هذا الفوزي وانتصار الفارس في رابع أشواطنا في شواطنا المخصص الزمول المهجنات تانينا لسالم بن فاراني المري ثلاثة عشر دقيقة وثمانتعشر تانية وثمان أجزاء من الثانية بينما المركز الثاني وصل مع المركز الثاني مصيحان ليسمون شيخ سلطان بلزايد الانهيان مع أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي صاحب المركز الثاني وتوقيته الزمني للمركز الثاني لحظة الوصول قاطعا من صافة الثمانية كيلومترات ثلاثة عشر دقيقة واحد وعشرين تانية وتسعة جزاء من الثانية تانينا والنموس بينما المركز الثالث وصل مشوش لحجن العاصفة مع الوادق حمد بن راشد بن حمد بن غدير وتوقيته الزمني لحظة الوصول ثلاثة عشر دقيقة وثنين وثنين وعشرين تانية وجزء واحد من الثانية في هذه اللحظات انقل الكلمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة